مجزء لهم واخر الانباء اهلا بكم رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي جانبا من جلسة مجلس الوزراء في الاجتماع حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة على مضاعفة الجهود بين مختلف اجهزتها المعنية وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمانيين من اجل استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضرورة اعتماد معايير شفافة في مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف ووجه بهذا الخصوص بإلغاء اسماء المبتعاثين غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم اي شخص من عائلته المقربين وتحويلها الى طلاب مستحقين كما وجه الحكومة بحصر ابناء واقرباء المسؤولين من الدرجة الاولى المعينين في السلك الدبلوماسي والمنهقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية واحالتهم الى الخدمة المدنية او المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس الفريق السياسي والعسكري لدعم مجلس القيادة الرئاسي عبدالهادي بن جبران آدمالح وتطرق اللقاء الى تطورات المشهد اليمني واليقاظة العالية للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية على مختلف جبهات القتال كما تناول اللقاء تصعيد الارهابي الحوثي على المنشآت النفطية والاقتصادية وتداعياته على الاوضاع الانسانية وحرية التجارة العالمية والسلم والامن الدوليين واكد اللقاء همية وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية وتعزيز تحالفها العريض في مواجهة المشروع الانقلابي المدعوم من النظام الايراني استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قصر معاشيق المديرة التنفيذية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف كاثرين راسل ووفدا امميا رفيعا مرافقا لها وتطرق اللقاء الى تدخلات منظمة اليونسيف في المجالات الانسانية على وجه الخصوص في قطاعات الصحة والتعليم والاجراءات المطلوبة لتنسيق تلك المساعدات وتوجيهها الى مستحقية كما تناول لقاء خطط المنظمة الاممية لتعزيز تدخلاتها في مجال حماية الطفولة وتوفير المياه المأمونة والتعليم الجيد وبناء المهارات وكافة اشكال المساعدة المنقذة للحياة حضر لقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحيش شعيبي استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق في العاصمة الموقتة عدن السفير الليبي ادريس احمد ابو بكر وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير الليبي مؤربا عن تقديره لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وشعبين الشقيقين وتطرق اللقاء لبرامج التعاون الثنائي بما في ذلك فرص استناف المشروعات الليبية في بلادنا بدءا بإعادة تأهيل فندق القصر في العاصمة الموقتة عدن وفتح قنوات للتواصل لألف عالمة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحيش شعيبي وجه عوض مجلس القيادة الرئاسية الليواروك الفريس سالمين البحسن بتقديم الدعم اللوجستي اللازم للمناطق العسكرية وخاصة المنطقة العسكرية الثانية بما في ذلك ما يمكنها من التصدي للهجمات الحوثية وحماية وتأمين المنشاة النفطية الوطنية في محافظة حضر موت جاء ذلك خلال لقائه بمدينة المكلة بمحافظة حضر موت مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجستي الليواروك دكتور صالح محمد حسن لمناقشة مستوى الدعم اللوجستي الذي تقدمه وزارة الدفاع للقوات المسلحة وإمكانية زيادته وأشهد البحسن باليهود التي تبدلها قيادة وزارة الدفاع في سبيل إنهاء التمرد والانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 3370 واقعة انتهاك طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا خلال الفترة من الواحد من يناير 2015 حتى الثلاثين من أبريل من العام الجاري تصدرت محافظة صنعاء وأمانة العاصمة القائمة من حيث الانتهاكات وعبرت الشبكة عن إدانتها بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية حيث بمحافظة الحديدة ظهر يوم الجمعة الماضي باستهداف مسجد قرية الرون غرب مديرية حيث بقذيفتين من طائرة مسيرات إيرانية الصنع أثناء أداء صلاة الجمعة والذي أسفر عن استشهاد مدنيين وإصابة خمسة آخرين بينهم أطفال وصلنا لنهاية المجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله